اشتركوا في القناة 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 ما بيبقى علينا غير انو نوضعن بالمايكرو ويف ونعير المايكرو ويف على خمس دقائق راح اضع انا باور مايكرو ويف وراح اضع خمس دقائق وستارت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لنعمل السوس الذي سوف نأكل الوجه معه جاز ضروري تكون كاتشاب ومسترد أم فينا نغير السوس سؤال كثير حلو مش ضروري السوس تبعكم يكون كاتشاب ومسترد فيكم تحطو مايو ومسترد فيكم تحطو مايو وكاتشاب فيكم حتى إذا بدكم تحطو تشيز تدول التشيز بالمايكرويف اللي بدكم يا بس أنا خامنا فينا نحط كاتشاب وميوناز كاتشاب وميو مظبوط مثل ما قلنا أول شيء كاميرا فينا نحط يلي نحنا منلي قطبشي في ناس كتير ما بيكلوهن معشي للوجهز لان رجال فيهن بهارات وبتكون طعمتن طيبة دقيلي هالسوس يا ست فانيسا أنا كتير حبي مصري طيبين؟ كتير طيبة كتير طيبين نحط لها شوي زيت هنحط بس نت في صغيرة زيت نقطة زيت يولا دقيها هلأ جاية شك شيفين نماغو هالسوا كان بدي مايو بس أنا ما personaje فيelets ث peeة لمصر يولا بتصوي صاروا جاهزين الوجهز احضر انا كلير و رح تفتح الميكروويف اوبس دائما عم بنسى و انتم بس ما تنسوا بالبيت انوا تحتو أوفن متس كل ما بتدهرو شي سخن حتى لو كين مايكروويف يعني صحا ضهرو بال أوفن متس ديشيز شمي طيبين حسب الميكروويف يلي عنكم بالبيت فيها يمكن تحطون 3 دقايه بس مبدئيا اذا كانوا كتير رو بدهم حوالى الخمسة الى ست دقاية راح زيحن انا على جنب هيك صخنين تبهوا مدقوا فيهم بايدكن راح نزيحن هيك على جنب وراح نحط للدراسين او السوس حدهم بهيدا الشكل جميعا ممن وتبالج فانسا صخنين شواه تفضل فانسا دقيلن هالوجز كتير طيبين مدروح الى محل بعد فيه كثير فقرات بانتظاركم ما تنسوا كاين جاربوا جاوبوا على السؤال مشوفكم انا بعد لحظات اشتركوا في القناة 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 سلين كيف فيك نيحا شرحت نقينا كاركتر اليوم بنا نتعمي لانه حرام جعاني كتير شو ايا كاركتر احلى شي عندك اكتر شي بتحبيه اشتركوا في القناة 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 سليم بس رح تطعميها لتجري جبنة شو معقول تاكل الفارغ غير جبنة؟ شو؟ اكتر شي بتحب الجبنة ما هيك؟ اها واو اطيب جبنة نقطة سليم لتجري اوكي انا رح قاصر حاموط كمان بالصلاة في بنادورة نحضر للادورة بالصلاة كتير طيبة بنادورة بنادورة بحرف الب بنادورة بالعربي حرف الب طومات بالفرانسي لالترتي ماذا سليم؟ اه سليم خلصت قبلة سليم بتساعديني تنحضر صلاة للادورة جري صار حادر اكلها بعد شوية جري رح تجي وتاكل الجبنة اللي بتبلش بحرف الج روماج بحرف الف سليم رح تساعديني شوي بالصلاة اكيد بالصلاة في ملفوف سليم رح تقص الملفوفة يلا سليم ورح كمانا بنادورة او ملفوف رح نحط شامبينيون كمانا بالصلاة شامبينيون ملفوف مه حرف المه بالعربي شو بالفرانسي شه جيد برابو كتير منيح كتير منيح وهيكي حضرنا سلاة للادورة وحضرنا فروماج او جبنة للاد جري جري ودورة اكيد 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 رح يكونوا كتير مبسوطين ورح كتير يحبوا الاكلات اللي حضرني لونيهم وانتو بالبيت كمانا اذا نقيتو كاركتير فيكن تحضرولو اكلة طيبة بحبه كتير اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى رح Intensate بيل slipping لا تحضير مرقوق بالشوكولات انتو بحاجة الى خبز مرقوق مقسم الى مربعات وكمنا بحاجة للشوكولات وحسب الزوء فيكم تزيدو الفويكي اللي بتحبوها اوكي دوكي دسر اليوم هو خبز مرقوق وشوكولات او ديام او لالا رح اخبركم مظبوط شو رح يصير حتى ما نعد ثلاث ساعات بالمطبخ عم نحن دي كراب 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 عم نستعمل الفرن و العمسان ميكروي و العمسان الغاز ولانو فانسا ما فيها تنطر على الدسرات قررنا نعمل فرسيون سريعة من كراب وشوكولات رح نسميها نحن مرقوق وشوكولات بس تحطوا شوكولات فيكن تحطوا موز فيكن تحطوا متل ما نحن عنا مربة مربة الفراز لما انا بحب الفراز وفيكن تحطوا كمينا انا ناس بس قبل ما نفوت بكل هيدول خلونا شوي نحكي عن الخبز و فويده غرسي شو تعرف عا الخبز بتعرفة ما سلا من هيدا يعمل الخبز من الطحين من الطحين من القمح سكر سكر شوي شوي سكر مشان هيك بيقولوا انه هيدا دايت يعني ما فيه سكر اوكي هيدا البراد شو اسموه خبز مرقوع خبز مرقوع هو بيسموه خبز مرقوع لانه كتير 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 رقيق ارق انوع خبز من بعد اكيد الخبز اللبناني يلي معروف بكل البلاد انه خبز رقيق نسبية وانسه انت اي نوع خبز اكتر شي تحديه خبز الاصمر الاصمر خبز الاصمر مظبوط بتحبيه خبز عربي خبز اجنبي ولا بتحبيه مثلا باولي اكيد عربي عربي اكيد عربي واصبط لبناني خبز لبناني اوكي شوفوا شو رح يصير اول شي من نقسم الخبز لانه الخبز المرقوع بيجي كبير كتير 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 منقسمه متل ما انتكن شايفين كارويات بالسكينة هيكي على هيدا الشكل نحنا رح نعمل تو ستبز بهيدا الترتين او ازا بتكون الكراب الاسباسيال اول شي رح ندهن شوكلت على الخبز بهيدا الشكل هيك والتاني ستب رح تكون انو نصخنن ونرجع بعدين نضفلن باناني ولا انا ناس بس لحتى يصيرو متل ما هنه هون لحتى يصيرو بهيدا الشكل ونحطهن اكيد بالمايكرو ويف بس 20 ساكنز عشرين ثاني بس وبنرجع ونفتح لون نفتح لون نفتح لون نفتح لون خبز ونزيد عليون يلا 20 ساكنز بس تعاير مايكرو ويف انت بهيدا الوقت منكون نحنا قشرنا البنان وكمينا قصصنا الام شو قلتلك اسمون؟ انا بنسا ونسا ما بتنشع شيل انا ناس ومنرجع بنشوفكن اوكي ما تروح الى محال شو بتقولو باي قرن بلشوا يستعمل الشوكولة بالحلويات بالقرن الثلاثاش بالقرن الخمستاش او بالقرن التسعتاش اكيد بلشوا يستعمل الشوكولة بالحلويات بالقرن التسعتاش اوكي انا ابتديت عملية قص الفواكه عم نقصها الى البناناز والاناناس والا وراح جيب شوية الجام حطه قريت جام يعني مربى بالعربي و الكراب صاروا رهزين او اذا بدكن احبتنا كثير حالا تحب الكراب ما هيك؟ اكيد شو اكتر شي بتحبك؟ كراب ديزور اول شي هيدا سريع لانو خبص صحي ماناسا شو بديك حطلك معو؟ بانان بانان شو كمان؟ بس فقط لغير؟ هلا الكاميرامان بياخده اكيد مع بانان واناناس لانو بعرف انو بحب بطني اوكي ما مننسى اكيد نلفهم بكليناكس قبل ما نعطيهم لحدا وهاي منسى لقلك دقيه وقلي لقبيه طيبة اوكي بدي كتش كبيرة طيبة ما هيك؟ مش بس طيبة طيبة وسريعة انا رح عامل واحدة باناناس بقولوا الاناناس كتير منيح للجسم كمانه نخلطها برق كليناكس ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم بونجور معكم الشيف أليكس بفكرة جديدة من وان مينت بونجور شو اسمك؟ هرودين قديش عمرك؟ تسعة بونجور شو اسمك؟ باندي قديش عمرك؟ احدعش مسابقتنا اليوم بتحكي عن الشاي والكعك اول شي منشيل الصحن منحطه على المحرمة بعدين منشيل الشاي منحطه على الصحن بس بنا نتبه لأنفيو ماي بعدين منشيل الشاي منغطه بالفنجان لما نخلص منحط الشاي حد الصحن بعدين منشيل السكر منحط بالفنجان ومنخلطون لما نخلص منبلش ناكل بالكعب رح قدلها ثلاثة بس اول طب بتبالشو واحد اثنان ثلاثة طب برافو معكون خمسين ثانية برافو باندي ورودي كمان برافو رودي الهيئة انا شايف انه رودي رح يربح يلا يا رودي رودي بلش يحط السكر بعد معكون ثلاثين ثانية يلا أسرع 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 باندي بلش اكل ورودي كمان يلا معكون عشرين ثانية تبه ما تتشردق يا رودي عم بيتحكوا عشو عم تتحكوا أسرع بعد معكون عشر ثواني خمسة أربعة تلاتة اثنان واحد ستوف بليز رودي وباندي عطوني بليز الكعكات انا شايف انه باندي هو اللي ربح مبروك باندي لقونا بحلقة تانية من واي مينت باي متل كل حلقة انترتيننج هي الفقرة يلي من خلالها ومنتعلم أداة بالمائدة اتيكات كيف نحطر سنتر دو تابل بيتاوشو كيف نعبب بيكنيك باسكت وغيرة وغيرة من القشة والأشاية يلي خاصة أكيد بالأكد تعرفوا دايما نحنا منعلي أهمية كبيرة مزبوط فانسا على الشوكة والسكينة والملعة والصحن والشوكة والسكينة والملعة ومننسى جزء كتير مهم من أداة بالمائدة واللي هو النابكن او الفوطة عادة بالنابكنز يعني منشوفهم بالمطاعم ولا لما نكون معزومين على عشا بيكونوا منقمش ما بيكونوا نابكنز تيشو بايبر لانهو دي كبينزدتو وبحال كانوا تيشو بايبر بيكونوا كتير سميك شو بنعمل بالنابكن لشو النابكن خلوني أخبركن أول شي النابكن مش استعمالها مثلا لنحطها على راسنا هيك ولا لحتى ننضف فيها الطاولة مش شغلتنا جيد نتعشها ولا نتغدى نحنا النابكن راح تساعدنا لحتى يضل تمنا ويدينا نضاف بس شوفوا كيف بداية ولا مرة بنفتح النابكن هيك نو 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 نجرب قد ما فينا برافو فانسا نفتحها على روا قد ما بنقدر على روا اوكي لكينا اذا بدنا نفتحها بنفتحها بهيدا الشكل بس ما بنحطه مثلا هيك نو 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 وما بنحطها بالسانتور طبعنا إذا كنا بنحطها على اجرينا وأكيد أكيد أكيد ما بنحطها مثلا بالجيبة طبعنا دايما النابكن بتضل على اجرينا بس ملئية لأي اوكي فتحنا النابكن بالطريقة الصحيحة معملنا هيك فتحناها بالطريقة الصحيحة على رواق حطيناها حدنا ولا حطيناها على اجرينا وبعدين نحن عم ناكل ما بده هيكو نتغلبتو النابكن بكليناكس النابكن من بكليناكس يعني ولا مره من مسح فيها دايما وي بات وي بات وي بات وي وي ولا مره من استعمالها مثلا للمسح العرب ولا بركه للمسح شي عن وجنا اصلا احنا عادينا على الطاولة ما لازم ابدا 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 ندق بي ولا شي بوجنا ولا بالفورهيد ولا بالشيكس ولا بالاييرز وخصوصي خصوصي ولا بالنور اوكي لكينا فتحناها اكلنا خلصنا من استحنات النور على دوع ارجعنا وضع ناها بجانبنا خلص العشاء شو بنعمل بالنابكن في كتير ناس بزيروا محترين شو بنعمل بالنابكن منخدها معنا لا ما تخدوها معكم اا 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 نعملها هيك ومنحطها لا ما منقدر لانو هيدي مش كلناك شو بنعمل بالنابكن راح قلكن دو نات بانيك بنفس الطريقة يلي فتحنا فيها النابكن منخليها بنفس الفتحه ومنحطها بجنب الصحن ولا على الصحن اذا كنا مثلا معزمين على عشاء والشخص يلي عزمنا خلص اكل يعني المدام ولا المسو يلي يكون عزمنا على العشاء هنه اشارة منهن انه خلص العشاء بيضعوا النابكن on the plate ولا right next to the plate وهيدي هي قصتنا مع النابكن سيو ناكستويك ما تنسلو ابدا ابدا هالنصايح المفيدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة